أهلا بكم وافق الاتحاد الأوروبي اليوم على تحديد سقف أسعار النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميد الواحد بولندا الدولة الوحيدة التي لم تكن قد أبدت رأيها حتى اليوم في هذا الاتفاق الذي يتطلب إجماع الدول الأعضاء يسمح الاتفاق بعد موافقة بولندا لهذا التكتل يسمح لهم بالمضي قدما في قراره والذي يهدف إلى تقليل صادرات مسكو النفطية والتي يمكن أن تستخدم عوائدها في تمويل العمليات في أوكرانيا كما أيدت وارسو آلية تسمح بإبقاء الحد الأقصى لأسعار النفط الروسي لأقل بنسبة 5% من أسعار السوق ويمكن الآن الاتحاد الأوروبي يمكنه إصدار الموافقة المكتوبة على هذا القرار على أن يتم إشهاره رسميا يوم الأحد